اشتركوا في القناة وقال سموه ان النجاحات التي تحققها المملكة في كافة المجالات وخاصة في مجال سباقات السيارات تأتي بفضل الرؤى والتوجيهات المستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله والتي وليها الجميع كل الاهتمام والحرص من اجل رفع اسم البحرين عاليا في كافة المحافل الدولية والاقليمية والمحلية وما تحقيق فريق مكلارن لهذه النتائج الا واحدة من عدة نجاحات تتحقق بفضل التخطيط السليم والاستثمار الناجح والتنفيذ المتقن والمتابعة المستمرة من قبل فريق البحرين واشار السموهل ان هذا الفوز يعزز مكانة مملكة البحرين في مجال سباق السيارات وبالاخص سباقات الفورميلوان وذلك بعد نجاح المملكة طوال عشرين عاما في استضافة وتنظيم هذا السباق حتى اضحت موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط